محل ام يوسف فين? احنا دلوقت في شارع النصرة في المنشية كوانة اهو. تمام? هندخل الشارع القدام كوانة اللي عناصيته بتاع خضار وبتاع برضو صيني. اه ام يوسف دي بتاعت ايه? بتاعت الصيني الحراري اللي هو الفارداني. هندخل الشارع ده على طول اهو. للاخر هنلاقي فيه جامع. شايفين اهو? في الاخر خالص في جامع. هنمشي في الشارع ده لغاية لما نوصل للجامع. فيه بقى على النحيتين برضو بتوع صيني وبتوع خضار وفكهة وحاجات كده. الجامع اهو هندخل شمال. زي ما انتو شايفين اهو هنحوط شمال من الجامع. نمشي على طول شوية حتتين صغيرين كده. هنلاقي اهي قدامنا ام يوسف. دي الفرشة او المحل بتاع ام يوسف. يا صباح الفلت زيكم عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير. اه زي ما شفتوا العنوان بتاع ام يوسف اللي هي بتاعت البورسلين. انا ستركوا العنوان اهو في الاول. عايزة النهاردة بقى اقول لكم انا اشتريت منها ايه? انا عايزة اقول لكم اللي انا روحت النهاردة. اه لقيت الحاجات كلها خلصت بس هتنزل حاجات جديدة. قالتلي يعني دعتلي دعوتان حلوين كده. وقالتلي يعني الحاجات كلها خلصت بعد الفيديو الحمد لله. وده بسطني جدا. بس هي بجد بجد حاجتها حلوة يا بنات. وانا لفت النهاردة برضو. لفت اله هناك في نفس المنطقة. ملاقيتش حاجة. ملاقيتش حاجات اللي انا جبتها منها خالص والله. مش عشان انا صورت هناك. لأ. علشان انا فعلا الحاجات هناك بجد ما شاء الله احلى حاجات في السوق موجودة. وروحت الناس اللي بره وكله مفيش. فيلا ربنا يرزقها ان شاء الله. وحتتنزل حاجات جديدة. قالتلي عشان كو كده. وعشان تروحوا تجيبوا يعني. اول حاجة معي. انا كنت رايحة يا بنات وانت وانا برضو قلتلكم. لأنا كنت رايحة علشان دول. بصوا. دول انا كنت رايحة عشانهم. ولفت السوق كله عشانهم. وملاقيتش غير عندها. النهاردة لقيت عند واحد تاني منهم. بس انا جايبها لواحد منها بخمستاشر جنيه. هي اللي لقيتها عنده النهاردة بعشرين جنيه. تمام? آآ بصوا هو ايه? حاجة خفيفة قوي. هو مفوش كسر. انا ما جبتش حاجة فيها كسر خالص. حاجة بس شرطة كده صغيرة. قلت مش مشكلة لان انا مش لقياه. حتى يعني قلت لو اغلى مش لقياه. يعني بصراحة خدت الاتنين دول. دول اللي عايزاهم بقى ايه? ان شاء الله يعني الله ما بلغنا رمضان. عايزاهم للسامبوسك. آآ للشيش طوق. للسمك. للحاجات دي كلها. بصراحة انا يعني كنت بدور عليه وما صدقت اللي انا لقيتهم. تمام? الواحد بخمستاشر جنيه. تمام? تمام. بصوا بقى. جبت ده كمان. بس انا مخصيت لهم ففيهم ميا. جبت دول كمان. دول بقى يا بنات انا جايبهاهم ايه? هتقولولي يا غايدة طب انت هتحطي على الصفرة مش طقم كامل. انا بحب مسلا ايه? معاي صندويتش احب تحت ايدي طبق او الولاد بيبقى طبق شيك يعني ده مسلا لو انت لو انا مسلا عاملة لابني لزوجي لي لايه لولادي صندويتشات احط لهم في الطبق ده. يعني الطبق ده كان بآ انا اخدته بخمسة جنيه او سبعة جنيه ونص او عشرة. يعني لأ تقريبا سبعة ونص. شايفين? طبق شيك تبقى ومفوش كسر خالص اهو. آآ يبقى تحت ايدي كده وانت بتاكلي صندويتش آآ اي حاجة فاهمين يعني? حتى برضو حطتي شوية آآ مثلا حدا حياكل حطتي له شوية آآ مكارونا شوية اي حاجة آآ شيش طوق كده يعني زي ما قلتلك. انا مش عايز اطول عليكو برضو في الفيديو. بس بشرح لكم انتم ممكن افكار تعملوا الحاجات دي بيها ايه? حتى لو ما عنديكش منها طقم كامل. مع اني كان نفسي اعمل طقم كان بس ما لقيتش يعني لغاية دلوقتي قلتلي حينزل. تمام? دي انا جايباها برضو فيها ميا. انا جايباها للصبح لما باجي اشرب النسكافيه. حط هنا المج. آآ بس للاسف ان ما جبتش مج من عندها. يعني ما بحبش اشرب النسكافيه. انا في مشكلة لازم آآ آآ مج شفاف. فآآ تحط المج وحط هنا كراسا آآ حط هنا صندويتش. حط هنا اي معمول اي حاجة. ده كان بايه تلاتة جنيه ونص. حاجة زي كده. بصوا بصوا في بتاع يعني حاجة رفيع بس كده. قلت مش مشكلة يعني. انا مش حطها في الضيوف حطها عليا. بس انا حبيت يعني اللي ستايل انا ما حب اللي يعني الحاجات اللي هي تعودك اي تاكل انت بيه حلوة وانت بتاكل شيك. فاهمين? فده كان آآ بسبعة ونصرية. سبعة ونصر. عشان برضو ايه نبقى صرحة مع بعض. بصوا بقى يا بنات دول انا جبت منهم تلاتة. هم دول بولات. بصوا النقشة بتاعتهم. جبت منهم بولات تلاتة. الواحدة بعشرة جنيه. ومش هتصدقوا. جبت من الطبق الكبير ده. بصوا الكبير ده كله. الغويت ده. ده برضو بعشرة جنيه. اهو. ومفوش اي كسر ولا اي حاجة. ده بعشرة. وجبت تلات بولات الواحدة بعشرة. بس دي لقتها مش كسر. لقتها معوجة شوية. يعني جاية مبوزة شوية. قلت مش مشكلة. آآ برضو ساعات انا بحتاج البولات اللي هي الغويتة دي. آآ فقلت لا مش مشكلة. وطبعا سعرها ببلاش. وبصوا الطبقين دول. الطبقين الواحد بعشرة جنيه. يعني بصراحة لقيته طحفة. رحت النهاردة جيب منه تاني. قلت عمل منه ستة. للاسف ما لقيتش رحته. رحته. تمام? في يعني آآ الحمد لله لان انا طلعت بالحاجات دي. الفيديو قلت اه. هزرت مع واحدة متابعة. قلت لها يا رجتي ما نزلت الفيديو غير لما راح اكمل حاجتي. فالحمد لله يعني. الحمد لله ربنا رزقها وانا فرحانة جدا. انا بهزر طبعا انا فرحانة جدا. ان ربنا رزقها والله وخلصت كل حاجة. بصوا بقى البول القيود الزغنونة قوي دي. دي بقى طحفة. دي جميلة يعني. بصوا في الحقيقة. جميلة قوي. لسلطة لأي حاجة. آآ ممكن بحط الابني فيها الماكارونا دي باعشرة جنيه. انت بانت خيلين عشرة جنيه برضو. آآ وهي مفيهش ولا كسرة ولا اي حاجة. مفيش اي كسر فيها. كسرة. لأ اي دا. كسر مؤنس مش عارفة بقى. ما تجيش تقولولي دا انت قلتي غلط. ما مش عايز الكلام دا. البولة دي كمان. اهي رفاية. على فكرة دول كلهم فتحي محمود. وبيدخلوا الفرن. تمام? ومايكرويف. آآ آآ لكن نار لأ. انا هعملكو بقى حاجات تانية برضو. هقاريكو في فيديو تاني. الحاجات اللي انا قصدي. نارة على البتجاز. لأ. فرن ومايكرويف. اهو. ما فيهاش كسر خالص. شاهدين. حلوة. ايه دا اللي حصل. الخسائر دي. الحمد الله. آآ آآ اهو. ولا حاجة خالص. بي. آآ دي بخمستاشر جنيه. دي بخمستاشر. تمام? ايه كمان يا بنات. الحاجات الحلوة اللي جبتها الجميلة. الاتقوطة. شايفين برضو انا ايه غسلاهم. فدول بقى انا جبتهم لايه? دول جبتهم للطحينة. تمام? عالصفرة كده. او مسلا حطيت لحد ياكل بنحب يعني التحينة. فجبت دول للطحينة وزي ما انتو شايفين اهوم زي الفل مفهومش اي حاجة. آآ زي ما قالت لكم يا بنات بصوا ما فيهاش ولا خربوشة ولا كسر ولا اي حاجة. اهو الجمال اهو. دي الوحدة كانت بآآ خمسة جنيه. تمام? اهي. التحينة شكلها لذيذ قوي. وكمان جبت ايه? جبت الاطباق الغويتة دي. بصوا. طبقين برضو ما نلاقيتش رحيتهم خالص. آآ جبتهم الاتنين دول آآ آآ الواحد بعشرة جنيه. شايفين عمل ازاي? والله يعني حلوة قوي يعني عجبني. عايز اقول لكم حاجة. انا لما بتابل حاجة يعني مسلا بولة زي كده. باجي مسلا بتابل فراخ بتابل اللحمة بتابل كده. ما بحطش بلاستيك. البلاستيك بيلقط الريحة. بيبقى في ريحة يعني ايه? بيفضل في الريح بتاعته. فبحب بقى آآ اتابل كده وارح عاملها بكلينج فيلم وادخله في التلاجة. فالحاجات دي بقى بتنفعني في كده في التدبيل آآ آآ في اللي انا مسلا اعمل فيها اي سلطة واحطها في التلاجة. مش لازم يعني اللي هو يبقى طاق عندي. لاني انا كمان ممكن اغرف لحد مسلا مش لازم كلنا ناكل مع بعض. آآ حين ناكل كلنا مع بعض دايما في لمضان. لكن في معظم الوقت مش كله مع بعض. بتنتوا عارفين بقى الحياة بقى وكل واحد يجي عايز ياكل ما يستناش التاني. فبرده ممكن اغرف لحد فيهم ياكل فيهم وكده بيبقى الدنيا برضو شكلها حلو. بصوا انا الحاجات دي جبتها كلها بكام? كل لسه في حاجات تانية هورها لكم. كلها بمية وعشرين جنيه. كل القصة دي مية وعشرين جنيه. وحاجات بجد انا يعني اتفاجئت يعني. بصوا كمان دي مفروض اللي هي سكرية. دي الحاجة الوحيدة اللي فيها كسر. بس انا هووريكم بقى انا هعمل فيها ايه? دي مفروض اللي هي سكرية. انا صورتها لكم برضو هناك. عجبتني اوي شكلها وحلوة اوي يعني لزيزة طبعا وشكلها ظريف. بس بصراحة انا جبتها وعطيت فيها دول. ما استعملتهاش كسكرية استعملتها كااااااا للاس باتيلا بصوا. شكلها حلو. الكسرة اولا مش باين اهو هتلع لكم التليفون شوية اهو شايفين الكسر مش باين وفي نفس الوقت استفدت منها وشكلها شيك اهو كده لما حطاها على الرخامة شكلها شيك خالص والغطة بس مش هستعملوا ممكن هستعملوا على اي حاجة تانية اهو شايفين شكلها حلو قوي دي كانت بعشرة جنيه طيب جبت ايه معاية الكمان هوريكم انت عارفين طبعا انا مناشاء القهوة تمام فارحت جاي بقى دول بصول فنجانين دول مربعين كده حلوين قوي شكلهم لزيز ومختلف والاطباق بتاعتهم هم انا الاطباق دي انا اللي يعني عملتها هي في كزا اطباق انا اللي عملتها يعني دول الواحد من ده باثنين جنيه ونص يعني دي اتنين دول بخمسة جنيه والاتنين دول برضو بخمسة جنيه يعني دول بعشرة جنيه جبت اتنين كده قلت عشان لو انا قاعدة كده باشرب مع حد قهوة كده زوجي اي حد باشرب معا قهوة بصو شكلهم الشيك اوي ازاي يعني بجد يعني انا عجبوني معرفش هم هيجبوكو ولا لأ او يعني رأيوكو ايه بس انا حسيت اللي هو تغيير بحب اللي انا اغير عندي قطق قهوة كتير بس برضو بحس كده يعني فيه اشكال معينة كده مش بتلاقيها فقلت اللي انا اجيبها اه يا رب تكونوا عجبكم المشتريات وبقول لكم برضو هي قالتلي اللي هي هتجيب حاجات جديدة فبردو روحوا ان شاء الله هتلاقوا حاجات جديدة اللي ملاقاش ان شاء الله هيلاقي وانا برضو قلتلها هتكلمني في التليفون لما تجيب الحاجات وانا برضو هقول لكم يلا قبل رمضان روحي بقى زبطي كده صفرتك وزبطي نفسك واعملي حتى طقم كمان فيه اطقم هناك حلوة جدا ممكن تعمليها وانا ان شاء الله ناوي اعمل كده تغيير يعني عن الطقم اللي عندي ويا رب تكونوا المشتريات عجبتكم وتكونوا استفدتوا معايا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم باي باي